تأرير صحفية عالمية وعربية بتأكد خلال الساعات الماضية ان خلاص كريستيانو رونالدو يقترب كثيرا من النصر السعودي بعقد قياسي يصل الى 250 مليون دولار في الموسم الكلام انه عقده هيبقى لمدة موسمين ونصف حتى 2025 حتى 2025 انت بتتكلم تقريبا في قيمة صفقة قد تصل الى 700 مليون دولار هياخدهم مين هياخدهم كريستيانو رونالدو الواحد وكده الواحد وكده ما فيش نادي بقى ما ملوش نادي منشارة صناديت خلاص فسخ عقده معاه هو الان بلا نادي هياخدهم كريستيانو رونالدو حلال عليه حلال عليك الارقام دي كبيرة قوي بصراحة وطبعا انا بقول 750 مليون دولار راح بيجيب الله واحسب تاك 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 يا نهرى بيض تفتح يانيك كده زي المشهد العظيم بتاع الفنان الكبير عاد الإمام في المصرحية تلوقت سيد الشغال تقعد تحسب كده وتروح مباحرق بعينيك تتخض بس ده كريستيانو رونالدو ودي الحكاية الحكاية انه هو كريستيانو رونالدو طيب هل كريستيانو رونالدو دلوقتي دلوقتي في هذه اللحظة قيمته الفنية عبقرية في العالم نعم يا راجل مستوى بيهبط بسبب تقدم العمر راجل 37 سنة داخلها 38 سنة بطبيعة الحال هو مش مطلوب في أندية أوروبية كبيرة حتى هذه اللحظة بس قيمة كريستيانو رونالدو الأسطورة هي قيمة كبيرة أكبر بكتير كمان من قيمته في الملعب هو طبيعي لما هيلعب مع النصر في الملعب هيكسر الدنيا هيبقى جامد جدا طبعا طبعا يعني بس أنت لما تجيب كريستيانو رونالدو أنت بتجيب معاه بقى إيه بتجيب معاه دعاية وبتجيب معاه إعلانات وبتجيب معاه سمع للدوري وبتجيب معاه سمع للكرة في البلد وبتجيب معاه سمع في الكرة في المنطقة العربية وبتجيب معاه أسماء عظيمة بعد كده تبقى عايزة تروح تلعب في الدوري اللي راح لعب فيه كريستيانو رونالدو بتاخد معاه تفاصيل كثيرة 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 مالية ودعائية وإعلانية الحاجات دي عشان بس ما تقولوش ايه ايه ده هم راحين يدفع الفروز دي كلها ليه يعني في كريستان رونالدو همين بيدفع اصلا في العالم الارقام دي في كريستان رونالدو دلوقتي ده راجل مشتاق نادي ده معك اسطورة قيمة كبيرة وما زال لدي ما يقدمه في الملعب طبعا دي على جنب دي بس انا شايف ان قيمة الصفقة دي خارج الملعب اكبر بكتير 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 من قيمته داخل الملعب النهاردة صحيفة مركة الاسبانية اكدت ان الساعات اللي فاتت اللي اتصالات عادت بين مسئولي نادي النصر السعودي وكريستان رونالدو عشان يتعقدوا معاه بعد ما النادي السعودي قدم عرض حتى عام 2025 مع احتمالية وصول كريستان رونالدو خلال الساعات القادمة الى الرياض وبعد كي انتشرت صورة لكريستان رونالدو ادعى البعض انها من وصوله الى السعودية لاتمام اتفاقه مع النصر والحقيقة ان الصورة المنتشرة بترجع لعام 2019 لما يوفنتوس راح يلعب مباراة السوبة الايطالي في الرياض الصورة ايه امام حضراتكم هي دي الصورة اللي انتشرت النهاردة بس الصورة دي كان في السوبة الايطالي لما كان رونالدو بيلعب مع اليوفي وكان ضد لاتسيو اهي الصورة ايه فالصورة مش حقيقية حتى هذه اللحظة مفيش صورة جاية من الرياض حقيقية لكريستان رونالدو هل واصل الرياض الله اعلم هل الصورة دي حقيقية ولا لا لا مش حقيقية هي مش دي صورة قديمة يعني بس وارد جدا بحسب زي ما قلت لكم كل التقارير العالمية والعربية ان كريستان رونالدو قريب جدا من النصر السعودي قريب جدا من النصر السعودي في صفقة ماليا قياسيا بصراحة شيء بالشيء يذكر يعني كريستان رونالدو الزمن جاء لي اوي من بعض الجماهير من بعض الجماهير يا رونالدو مش اسطورة رونالدو مش لهايب عظيم ميسي بس هو اللي اسطورة رونالدو مين يا جماعة اللي مش اسطورة رونالدو ايه اللي مش لهايب عظيم هو الراجل عنده سعوة 30 سنة رايحة 38 سنة فطبيعي مش بيقدم بنفس الجودة بتاعت زباد بس احنا بننسى يعني ده رونالدو ده ده بتاع الاهداف المشطبيعية فاكرين هدفه في اليوفي مع ريال مادريد فاكرين اهدافه العظيمة جدا لما كان بيطلع في السحاب زي هدفه مع ريال مادريد في مانشستر رونالدت لما كان رجليه مش ترجليه كان فوق طول باتريس إفرا في مانشستر رونالدت فاكرين الاهداف ديت فاكرين بقى ارقامه الكواسية فاكرين افضل لعب في العالم لسنين طويلة فاكرين اللي هو الراجل اللي بيكسر كل ارقامه الكواسية فرونالدو انا محبش اللعب معايا حاتش يلعب مع رونالدو حاتش يقوله كلمة وحشة عرونالدو هو بس بصراحة عشان بقى امين برضو في الطرح مهم بقى ان رونالدو نفسه يعرف انه الزمن مش الزمن خلاص سنة الحياة كبرت فاكيد مش هتقدم نفس الجودة اللي كنت بتقدمها زمان هو بقى اللي محتاج يصدق ده احنا خلاص خدنا بالنا ومقدرين تماما الزمن العظيم اللي امتعنا فيه بكرة القدم مقدرينه تماما هو بقى يعني ياخد باله انه خلاص الزمن خلص نهاردة رئيس فرانكفورت الالماني كمان انتراكت فرانكفورت قال ان كريسان ونالدو عرد علينا عرد علينا وبعد كده تقال انه ما تعرضش بس على فريق انتراكت فرانكفورت بس ده تعرض على كل الفرق اللي بتلعب في دورة ابطال اوروبا عشان هو عايز يلعب دورة ابطال اوروبا بس يبدو كده انه ما فيش نهاية حتى هذا اللحظة قادر ياخد قرار التعاقل مع كريسان ونالدو ليه؟ عشان مرد تبقى فاهم يعني كريسان ونالدو الراتب بتاعه كبير طيب لما انا نادي مش كبير مش من الاسماعي الكبيرة مش من الاندية الغنية زي انتراكت فرانكفورت مش من الاندية يعني اللي تدفع ارقام خزعبلية في الرواتب يعني فيقولك لا انا عايز طبعا يعني عشان بس لما يقولك ايه فرانكفورت رفض كريسان ونالدو هو ما رفضوش عشان مش عاجبه هو رفضوه عشان مش هقدر يدفع الراتب بتاعه ده واحد اتنين انه في عندي بتقول كريسان ونالدو مش هيقدر او مش هيبقى عايز يلعب على الدك وانا ممكن يبقى عندي عناصر عايزة يبقى بشكل اساسي بس احب استخدم كريسان ونالدو في وقت من الاوات فيقولك لا مش هتعايد مع كريسان ونالدو ما بين النصر السعودي من جانب وبين جانب تاني ما كدبش عليك برضو يعني نفسي يحصل هو بصراحة نفسي يحصل اكتر انه يبقى في النصر السعودي عشان زي ما قلتلك هي حاجة حلوة للقرة في المنطقة العربية كلها مش بس في الكرة السعودية حلو ان كريسان ونالدو يبقى موجود معنا ديان مدريد هو الختام المثالي لكريسان ونالدو يعني لو ديان مدريد فكر انه يضم كريسان ونالدو في يناير يستفيد منه كمهاجم بديل خاصة انه ما عندوش مهاجم بديل لكريم بن زيمة هتبقى صفقة مفيدة جدا للريان مدريد وطبعا لكريسان ونالدو في ختم مشواره بس هل بقى اصلا كريسان ونالدو هيتفاهم فكرة انه يبقى بديل لكريم بن زيمة كريم بن زيمة عاش عمره كله في ريان مدريد ظل لكريسان ونالدو فهيبقى العكس دلوقتي هيقبل ده ولا أه تاني حاجة وديه الأهم هل هي علاقة فريدونتينو بيريز بكريستيانو رونالدو اتصلحت تعرفين لما مشي من ريال مدريد كانت العلاقة متضطرة جدا بينه وبين رئيس النادي كريستيانو رونالدو فهل اتصلحت ولا لأ دي كلها أمور مش واضحة بس أنا حيث أن فيها مفاجأة فيها مفاجأة ما والله أعلم والله أعلم دي حكاية كريستيانو رونالدو